وشوط سيكون التنافس فيه على الخنجر الفضل شوط الخنجر للحجائج الجعادين ها هي الانطلاقة وتابعنا الشوط الأول بتعليق زميلي سعد بن متلع العتيبي والشلفة ذهبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع صواب للسيد عبد الله بن محمد بن يمع بن معضد آل جبر على فوز فوز صواب بهذا الشلفة ها هي الخنجر أيضا تنتظر أحد من ملاك هذا الجعادين نتابعوا إياكم الآن مغدمتي هذا الشوط وأرى الآن مجد على المغدمة للسيد يمع بن نافع بن مبارك بالشدي المنصوري ننتقل إلى المركز الثاني وفي المركز الثاني بدران في المركز الثاني للسيد هزاع بن ناصر الخيلي وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثاني شاهين للسيد حمد بن راشد بن سعد على نافة المري المركز الثالث نأخذ اللي في المركز الثالث الريان لسيد عمد بن ناصر بن محمد المري وفي المركز الرابع المركز الرابع من الجانب الثاني منصف المركز الرابع للسيد راجد بن عمد بن علي البريصي المري وفي المركز الخامس المركز الخامس موفق للسيد عبد الله بن علي بن سالم العامري والله يوفق الجميع إن شاء الله في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة وفي هذا المهرجان ننتقل ونرجع إلى المغدمة نرجع إلى مغدمة هذا الشوط مجد لا زال يبحث عن المجد يبحث عن الفوزي ويبحث عن خنجر هذا الشوط للسيد مع بن نافع بن مبارك بالشد المنصوري على مغدمة هذا الشوط المركز الثاني منصف المركز الثاني للسيد راشد بن حمد بن علي البريصي المري وفي المركز الثالث المركز الثالث شاهي للسيد عمد المركز الثالث بدران بدران لسيد هزاع بن ناصر بن صرود الخيالي اللي في المركز الثالث وفي المركز الرابع نشوف نوفق في المركز الرابع لسيد عبدالله بن حلي بن صالم العامري وفي المركز الخامس المركز الخامس الريان لسيد حمد بن ناصر بن محمد الفزيرة المري هذه النتيجة ومجد وهو في مركز المجد وفي عروض المجد في هذا المساء في هذا المساء وفي هذا الأداء المتميز في هذا الشوط شوط الخنجر ومجد مع المغدمة للسيد يمع بن نافع بن مبارك بالشدي المنصوري على مغدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني المركز الثاني شاهير للسيد حمد بن راشد بن سعد نابت المري وفي المركز الثالث المركز الثالث من صالح سيد راشد بن حمد بن حليل بريسي المري وفي المركز الرابع نجران يا سلام ومرحبا بحل نجران في هذا المساء مع نجران للسيد باطشان بن صالح بن هادي المحمد اللي في المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس خطر وكل خطر مروا عبر يبال خنجر خطر للسيد حمد بن عبيد بن حمد بن بطي الاجتباع على المركز الخامس أول ندى الخطر يصل في هذه اللحظات وفي طريق التغيير من مركز إلى مركز يتجول على أرضية ميدان الشحانية ولا زال مجد على المغدمة للسيد يمع بن نافع بن مبارك بالشدي المنصور بن قمر قادم السندباد الغطري غادم مع شعاره المميز الذي لا تغيب عنه الشمس مع شاهين للسيد حمد بن راجد بن سعد بن نابت المري سلام ننتقل إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث نجران نجران غادم الملكة العربية السعودية ومن مدينة نجران للمشاركة هنا على أرضية هذا الميدان يتسلل إلى المركز الثاني للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض المركز الرابع المركز الرابع نشوف المركز الرابع من صالة سيد راشد بن حمد بن علي البريسي المري بديننا نتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير الخنجر تنتظر ومجد على المغدمة على مدرج رقم واحد منذ بداية الانطلاق وحتى هذه اللحظات وهو الأقرب للتتويت ونموسي هذا الشوط بهذه الخنجر بخنجر الحجائج الجعادين يا السلام بدأ يزيد من سرعته بدأ يحلق على أجواء هذا الميدان مع الرياح الآتية على أرضية هذا الميدان وها هو نجدي قولنا هنا ما علي من الرياح ما علي من المتحدين أنا على مغدمتي هذا الشوط والسلامات والخنجر تذهب للمرة الثانية في هذا المساء إلى هالي دولة دمارات العربية المتحدة وإلى هالي مدينة الوذبة مع مجد ومجد على المغدمة نقول سلام سلام عليكم يا هل الوذبة واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الشحانية وهو أنتاج المختبر يفضل نفسه في هذا المساء تهانين تهانين للسيدي مع بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري على انتزاع مجد الخنجر وانتزاعي هذا الشوط المركز الثاني نجران لسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض وفي المركز الثالث المركز الثالث سيلين للسيد محمد بن لويهي الجحافي وفي المركز الرابع خطر للسيد حمد بن عبيد بن حمد بن بطي الاجتبي وفي المركز الخامس جنيب للسيد رايد بن سعيد بن منانا الاجتبي هذه النتيجة يهو شوط تمتعنا وياكم وتابعنا عبر شاشة الريان وغاق وشاشة البدع وعيضا الغنوات المصاحبات معانا غنات دبي ريسينغ وغنات دوري وغنات ياس ايضا هذا العرض الجميل هذا الاعداء المتميز الذي قدمه من بمجد من بداية الانطلاق وحتى خط النهاية وفي الامتار الاخيرة بدأ يحرك محركات ويندفع الى الفوز والى الخنجر السلام المختبر على هذا الانتاج المتميز في هذا العالم عالم الهجن ها هو مجد ساعة وصوله الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الاربع كيلو متر في زمن وغدره ويتحط من التوغيط في هذا المساء يسجل ست دقائق ثانيتين تسعة عشر جزء من الثانية تهانينا للسيد يمع بن نافع بن مبارك الشدي ضمن هذه المناخات والرياح الذي صادفت في هذا المساء لكن مجد يسجل توقيت ممتاز ننتقل الى المركز الثاني ونجران في المركز الثاني ايضا ما قصر ست دقائق اربع ذواني خمس وعشرين جزء من الثانية تهانينا للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامضو الذي وصل في المركز الثالث سيلين وصل في المركز الثالث في زمن وغدره ست دقائق اربع سبع سبعين جزء من الثانية السليل فيه وتهانينا للسيد محمد بن لويهي الجحافي تهانينا للجميع على هذا الاداء